من بغداد ينضم إلينا مراسل الغد مصطفى القطان مصطفى إذن هي دعوة لعقد اجتماع لتحديد موعد جلسة أخرى لاختيار رئيس الجمهورية كيف هي الأجواء والأصداء؟ هل هناك استجابة؟ هل بالفعل ستستجيب الكتل السياسية لحضور هذه الجلسة؟ مساء الخير سينار بحسب رأي كثير من الذين يختصون بالتحليل السياسي في العراق يؤكدون بأن منذ أن انسحب الصدر من العملية السياسية وحتى هذه اللحظة كان هناك خصلتين بات يواجهها الإطار التنسيقي الخصلة الأولى أو الوضع الأول هو طبعا إيجابي باعتبار أن الساحة الآن باتت مهيئة الإطار التنسيقي من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لاختيار وترشيح رئيس الوزراء وكذلك تسير العملية السياسية كيفما يشاء وحث القوى السياسية الأخرى على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء المستحقات والاستحقاقات الدستورية وكذلك ما تحتاجه العملية السياسية من أجل مضي قدما في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة النقطة الثانية وهي تكون أكثر سلبية باعتبار أن الضغط الآن بات أكبر على الإطار التنسيقي من أجل الالتزام بالتوقيتات الدستورية التي تم الإخلال بها في أكثر من مناسبة وأيضا إنهاء مسألة اختيار رئيس الجمهورية وبعد ذلك اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبل الإطار يدرك هذه النقطة الثانية على وجه التحديد ولذلك هو يطالب وطلب من رئيس مجلس النواب دعوة النواب في برلمان العراقي لعقد جلسة جديدة لاختيار الرئيس الجمهورية وهذه المهمة تقع على عاتق الأكراد بحسب طبعا العرفة السياسية العراقي بحسب الكثير من الأنباء التي تأتي من أقليم كردستان العراق تؤكد بأن الوضع بين الحزبين الكرديين الرئيسين لا يزال عالق في نفس المنطقة التي كان بها يتمسك كلا الحزبان بمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد للحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بالتالي المهمة صعبة جدا وهذا أيضا ربما هو تدركه أيضا رئيس البرلمان ويدركه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عندما طلب اجتماعا من الرؤساء القوى السياسية وقالة الكتل السياسية قبل اتخاذ خطوة أخرى لدعوة عضاء مجلس النواب لعقد جلسة لمعرفة حساسية وصعوبة هذا الوضع يوم سوف يكون هناك اجتماع بين قالة الكتل سيحاول الحلبوسي معرفة الأجواء وطبيعتها وما إذا كانت مهيئة لعقد هذه الجلسة أم لا حتى هذه اللحظة لم يصدر أي رد فعل من قبل القوى السياسية الأخرى على بيان الإطار التنسيقي الذي صدر مؤخرا بخصوص دعوة لعقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية باعتبار أن هذه المسألة ليست سهلة بالإضافة إلى صعوبة مسألة اختيار رئيس الوزراء بشكل كبير الإطار التنسيقي لم يتفق حتى هذه اللحظة على تسمية عدد من مرشحين أو تقديم اسم واحد لهذا المنصب بل ذكر بعض أعضاء الإطار بأنهم اتفقوا وسوف يقومون بإصدار الآليات التي سيتخذونها لاختيار مرشحيهم لشغل منصب الحكومة العراقية المقبلة طيب كانت هناك دعوة أيضا للتوافق بشأن رئيس اسم أو شخص رئيس الجمهورية حتى يتسنى الإسراع في الإجراءات هل الأمور بهذه السهولة مصطفى هل بالفعل هناك توافق بين مختلف الكتل السياسية خصوصا الكردية على شخص رئيس الجمهورية على العكس تماما بحسب الكثير من المختصين الذين يؤكدون بأن الوضع بين الحزبين الكرديين لا يزال معقد بشكل كبير لا يوجد اتفاق على تقديم مرشح تسوية يرضي الطرفان باعتبار أن الديمقراطي الكردستاني يصر هذه المرة على أن تكون رئاسة الجمهورية من نصيبه بعد أن آثرها أو استمر بحيازتها الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لسنوات طوال الوطني الكردستاني يرى بأنه أيضا من استحقاقه وبما أنه يتحالف مع الإطار التنسيقي واستمر بهذا التحالف طيلة الأشهر الماضية فبالتالي هو من سيقدم رئيس الجمهورية أو مرشح رئيس الجمهورية داخل قبة مجلس النواب العراقي وبالتالي الوضع لا يزال صعب بشكل كبير إذا ما تحدثنا عن منصب رئاسة الجمهورية فضلا عن صعوبته وتعقيده بشكل أكبر إذا ما تعلق الأمر باختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل مصطفى القطان مراسل الغد من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك